الأستاذ أيمن معلم فاضل يتق الله في عمله ويؤديه بأمانة وإخلاص وفي يوم وبعد أن أحيل إلى التقاعد كان يقود سيارته فأوقفته دورية المرور وطلب ضابط المرور منه الرخصة وأوراق السيارة وأخذ يتفحص وجه الأستاذ أيمن فسلمه أيمن كل ما طلب فقال له الضابط بهدوء لم تربط الحزام يا أستاذ وهذه مخالفة فاعترف أيمن بخطأه وبدأ الضابط بتدوين قسيمة المخالفة فقال له أنت أستاذ ومعلم تربوي هل إذا غش طالب في الامتحان تسامحه فقال أيمن بالطبع لا كنت سأطبق عليه القانون فناول الضابط ورقة المخالفة لأيمن وهو يضحك ثم طلب منه النزول من سيارته وعندما نزل قام الضابط باحتضانه وأخذ يقبل رأسه وبينما أيمن في دهشة كبيرة قال له الضابط أنا الطالب فلان وقد درست لي وأتذكر حين قمت بالغش من ابنك في الامتحان وعاقدتنا حينها وسحبت ورقتي وورقة ابنك ومنحتنا صفرا وطبقت علي وعلى ابنك القانون ومنذ ذلك اليوم عرفت أن القانون وضع ليطبق على الجميع ولو كان ابنك يومها بكيت احتراما لك وحزنا لأنك طبقت القانون على ابنك دون أن تجامله فجعلتك مثالا لي واليوم أطبق عليك القانون ولا أستثني أحدا لو كان ابني لم يستطع أيمن التحكم بدموعه فرحا لأن هذا الضابط كان أحد طلابه ثم أخرج الضابط مبلغا من جيبه بقيمة المخالفة وقال أقسمت عليك يا أستاذ أن تقبل هديتي لقد طبقت القانون عليك لكن قيمة المخالفة علي فأنت معلمي وأبي وقدوتي وأدامك الله تاجا فوق رؤوسنا يا من كنت تقرأ لنا دائما بعد نهاية الدرس قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون حاول أيمن الامتناع فألحى الضابط بشدة ثم غادر أيمن المكان وقد سرد بين أضلعه سعادة غامرة ودموع فخر أنه تخرج من تحت يديه جيل لا يخون الله ولا وطنه ولا وظيفته وهذه هي ثروة المعلم الحقيقية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أمجد طالب في الثانوية العامة من أسرة فقيرة ويقيم في مدرسة داخلية وكان مدمنا لاستعمال الإنترنت استعمالا سيئا مما أثر على مستواه الدراسي ولأن والده لم يستطع شراء الهاتف الحديث الذي طلبه ليتصل بالإنترنت وذلك لارتفاع ثمنه كان أمجد يتسلل في منتصف الليل خارج عنبر نومه ويتسلق على الحائط حتى يصل مكان الحاسب الآلي ليتصفح الإنترنت منتظرا وفاء الأبي بوعده بشراء هاتف حديث له وفي إحدى الليالي وبينما كان أمجد يتسلق الحائط كالمعتاد توقف في وسط الطريق فجأة وتراجع وعاد سريعا إلى غرفته والذهول يبدو على وجهه وعندما سأله أصدقاء الغرفة عن سبب هذا الذهول لم يجب بكلمة واحدة ومنذ هذه الليلة أصبح أمجد طالبا مشتهدا ليس له إلا المذاكرة وتحقيق التفوق ونسي تماما الإنترنت لدرجة أن أصدقاءه شعروا وكأن أمجد قد رأى شبحا في تلك الليلة غير له حياته وقد نجح أمجد في الثانوية العامة والتحق بكلية الطب وكان يعمل أثناء دراسته ورغم ذلك كان ينجح بامتياز وفي أحد الأيام كان أمجد يجلس مع زملائه السابقين ويتحدثون عن ذكريات الماضي فسألوه عما حدث في تلك الليلة التي غيرت مجرى حياته فابتسم وقال لهم في تلك الليلة أتى والدي من بلدتنا متأخرا ليعطيني مصاريف معيشتي والهاتف الحديث الذي وعدني به وحتى يوفر التكاليف لم يقم في فندق ما نام تحت الجدار طوال الليل فشعرت بمدى إجرامي في حقه وتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان والدي يذكره لنا عندما كنا نشفق عليه بسبب عمله لأكثر من عمل دون راحة ليوفر لنا حياة سعيدة وهو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فبكيت على تقصيري وعدم تحمل مسؤولية دراستي ومن يومها عاهدت الله على القيام بمسؤوليتي وتحقيق أمر والدي الذي فعل المستحيل من أجل إسعاد أسرته قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في النيل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب يقول الرجل عندما فتحت لي زوجة الباب ظهر اليوم رأيتها حزينة فسألتها عن السبب فقالت فقالت بصوت مضطرب الولد أسرعت إلى غرفة أطفال الثلاثة منزعجا فوجدته على سريره في انكسار وفي عينيه بقايا من دموع احتضنته ووضعت يدي على جبهته فلم أجد عليه أعراضا توحي بأنه مريض فكررت سؤالي لزوجتي عما حدث فلم تجبني فأدركت أنها لا تريد أن تتحدث أمام الطفل الصغير فأومأت إليها أن تذهب لغرفتنا وتبعتها إلى هناك عندما بدأت تروي لي ما حدث هذا الصباح بدأت أدرك فالقصة لها بداية لا تعرفها زوجتي هي شاهدت فقط نصفها الثاني فبدأت أروي لها شطر القصة الأولى كي تفهم ما حدث ويحدث القصة باختصار أني أعشق النوم بين أطفال الثلاثة أسماء وعائشة وهذا الصبي الصغير كانوا يسعدون بذلك وبالطبع كان لابد من حكايات أسلي بها صغاري كانت أسماء بنت الثمانية أعوام تطالبني دائما بأن أحكي لها قصة سيدنا يوسف وأما عائشة فكانت تحب سماع قصة موسى وفرعون وأما الصغيري فكان يستمع دون اعتراض لأي حكاية وذات ليلة سألت سؤال المعتاد سيدنا يوسف أم سيدنا موسى فصاح صغيري عمر بن الخطاب تعجبت من هذا الطلب الغريب فأنا لم أقصص عليه من قبل أي قصة لسيدنا عمر لم أشأ أن أغضبه فحكيت له حكاية عن عمر بن الخطاب عن خروجه بالليل يتحسس أحوال رعيته وسماعه بكاء الصبية الذين كانت أمهم تضع على النار قدرا بها ماء وحصى وتهمهم أن به طعاما سينضج بعد قليل ليسد به جوعهم حدثته كيف بكى عمر وخرج مسرعا ثم عاد وقد حمل جوالا من دقيق وصنع طعاما للصبية فما تركهم حتى شابعوا وناموا نام صغيري ليلتها سعيدا بهذه الحكاية وفي الليلة التالية فوجئت بصغيري يحكي لنا نفس القصة كأن جهاز تسجيل يعيد ما قلته في ليلة أخرى أحب أن يسمع حكايات أخرى لعمر بن الخطاب فحكيت له وأمضينا قرابة شهر في ليلة أحكي له قصة عن عدل عمر أو عن تقواه أو عن قوته في الحق وفي إحدى الليالي فاجأني بسؤال غريب هل مات عمر بن الخطاب كنت أن أقول له نعم مات لكني صمت في اللحظة الأخيرة فقد أدركت أنه صار متعلقا بشخص عمر بن الخطاب وأنه ربما يصدم لو علم أنه قد مات وتهربت من الإجابة أكثر من ليلة حتى بدأت أتهرب من النوم مع أطفالي كي لا يحاصرني صغيري بهذا السؤال في صباح هذا اليوم خرج مع والدته وفي الطريق لقي امرأة وعلى كتفها صبي يبكي كانت تسأل الناس شيئا تطعم به صغيرها فوجأ الجميع بصغير يصيح بها لا تحزني سيأتي عمر بن الخطاب بطعام لك ولصغيرك جذبته أمه بعد أن دست في يد المرأة بعض النقود وبعد خطوات قليلة وجد شابا مفتول العضلات يعتدي على رجل ضعيف بالضرب بطريقة وحشية فصاح صغيري في الناس كي يحضر عمر بن الخطاب ليمنع هذا الظلم وفوجأت أمه بكل من في الطريق يلتفت نحوها ونحو صغيري وقررت أن تعود إلى المنزل بسرعة وعندما دخلت الشقة كان صوت التلفاز عالي وكان مذيع النشرة يحكي ما فعله اليهود بالقدس ومحاصرتهم للمسجد الأقصى أسرع صغيري نحو التلفاز وراح يحملق في صورة الجنود المدججين بالسلاح وهم يضربون المصلين بقسوة بالهراوات والرصاص المطاطي التفت نحو أمه وهو يقول مات إذن عمر بن الخطاب مات عمر بن الخطاب ثم دفع باب الغرفة وتوجه صغيري نحوي بخطوات بطيئة وفي عينيه نطرة عتاب مات عمر بن الخطاب فرفعته بيدي ورسمت على شفتي ابتسامة وقلت له أمك حامل وستلد بعد شهرين ستلد عمر ضحك بصوت عال وألقى نفسه في حضني وهو يكرر عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب حبست دموعي وأنا أترحم على عمر بن الخطاب نعم مات عمر ولكن لم تمت أمة الإسلام التي أنجبت عمر نعم مات عمر ولكن لم يمت القرآن الذي عمل به عمر نعم مات عمر ولكن لم تمت الشجاعة والنخوة والرجولة التي أورثت لأمة الإسلام نعم مات عمر ولكن سيخرج من أمتنا ألف ألف عمر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ترجمة نانسي قنقر